وننتقل أيضا مشاهدين الكرام إلى زميلنا إبراهيم عزة والعاصمة الإدارية الجديدة أهلا بك مرة أخرى إبراهيم حيث تتضمن العاصمة الإدارية الجديدة مشروعات عدة تميزها عن باقي المدن الجديدة على مستوى الجمهورية منها الحديقة المركزية والتي تعد من أكبر الحدائق الموجودة على مستوى العالم إضافة إلى البرج الأيقوني والذي يعد أطول وأعلى برج في قارة إفريقيا نتحول الآن مرة أخرى إلى زميل إبراهيم عزة مراسل أكترا نيوز لإطلاعنا على المزيد إليك شكرا جزيلا لك دعاء من قلب العاصمة الإدارية الجديدة مشروع المستقبل هكذا الذي تعول عليه الدولة المصرية بجانب عدد كبير من المشاريع التي تشهدها محافظات الجمهورية لأعلان الجمهورية الجديدة الجمهورية الحديثة عقب الانتقال لهذه العاصمة الجديدة كما ذكرت عدد من المشروعات بيحويها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة تحديدا نحن في هذه الإطلالة نتحدث إلى حضراتكم من الحي السكني الثالث وهذا الحي الذي يحوي عدد من الوحدات السكنية وأيضا عدد من الفلات نحن هنا في منطقة الفلات والتي بدأت في التسليب للمواطنين الذين بادروا وحجزوا هذه الوحدات ربما أسعار متفوتة ومختلفة ومشاريع تتناسب مع الجميع في هذا الحي دعينا أن نتحدث بصورة أكثر تفصيلية مع ضيفي الكريم في هذا البث الحي والمباشر المهندس أحمد عادل مدير إدارة الإسكان بالحي السكني الثالث مهندس برحب بحضرتك أهلا نساء برحب بك أهلا نساء يمكن الحي السكني شهد قبل يومين بالتحديد زيارة لدولة الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة بصورة عامة ماذا عن أبرز المعلومات الخاصة بهذا الحي وعدد الوحدات السكنية الذي يشهدها؟ طبعاً هنا في الأرس ري الحي هنا مساحته تقريباً في حدود 1016 فدان تمام؟ إحنا عندنا الحي بيتكون من 8 مجاورات في 6 مجاورات عمرات ومن ضمنهم مجاورتين فيلات إحنا حالياً هنا دلوقتي في مشروع المقصد مشروع المقصد ده مشروع فيلات بيتكون من 952 وحدة سكنية فيلات هو مشروع من ضمن المشاريع الموجودة في الأرس ري تمام؟ عندنا الأرس ري بيتكون من 24 وحدة سكنية حالياً برضو إحنا بتدينا نسلم في الوحدات العمرات والفلات نعم إحنا بنتكلم دلوقتي مش مهندس ربما هكذا مشاهدين الكرام كما تتابعون في هذه اللقطات الحية والمباشرة التي تأتيكم من العاصمة الإدارية الجديدة هي صورة حية ومباشرة التي بادت تكتمل يوم بعد يوم من العاصمة الإدارية الجديدة مش مهندس بالعودة لهذه الصورة بنتحدث عن منطقة الفلات ربما عدد هذه الفلات ويعني إجمالي ماذا من نصيب هذه الفلات من هذا الحي السكني؟ لا هو نصيب زي ما أقول حالك هو 952 فيلا من 24 ألف وحدة سكنية 24 ألف وحدة يعني 952 فيلا من 24 ألف وحدة يعني طبعاً نسبة قليلة جداً من الحي كله والتسليم فاندم بدأ في العماير وكمان بدأ في منطقة الفلات نسلم في الفلات وابتدينا من بداية 2021 نسلم في الوحدات اللي هي العمرات الشواء العمرات بالزبط نكلم مش مهندس أيضاً التسليم بيكون شامل تشطيب كامل كامل المرافق أليس كذلك؟ احنا العمرات أو الفلات بيكون تشطيب كامل على المفتاح يعني بكامل المرافق وبيكون تشطيب فاخر كمان مش متميز مدى جودت بقى هذا التشطيب ولو مواطن حجز بالفعل وعنده تعليق ما على التشطيب هل التواصل متاح مع حضراتكم فيما يخص ربما يعني أي طلبات للمواطنين أو أي طلبات للحصلين على هذه الوحدات واللي سبق وحجزوها بالفعل مسبقاً طبعاً احنا بيجي المواطن اللي بيكون حاجز بيجي السليم شايته طبيعي بيكون عنده ملاحظات انا بيكون ليا عين بيبقى في ملاحظات بتكلم عليها خضراتك برضو فبيكون عنده ملاحظات احنا بنعمل تلاف الملاحظات بيجي المرة البعدها بيكون فيه عملنا تلاف الملاحظات دي ولو عنده أي حاجة تاني بنعملها له وبالطبع احنا عندنا اول ساكن موجود هنا في الحي الساكني لما ظهر عنده ملاحظات بعد كده يعني كان فيه استجابة سريعة جداً من الجهاز وتلافينا كل الملاحظات اللي موجودة عنده طمعاً لحضراتكم كل التوفيق بإذن الله بشكرك شكراً جزيلاً شكراً إذن مشاهدين الكرام هكذا هي المعلومات لدينا زميلة دعاء من قلب مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مشروع المستقبل تحدثنا من الحي الساكني أر تري وهذا الحي الذي بيحظى يعني بجانب عدد من المشاريع أيضاً داخل العاصمة الإدارية الجديدة باهتمام خاص من ربما القيادة السياسية وهناك توجهات بتنفيذ على أعلى جودة وأيضاً في الوقت الأمثل للمواطنين فيما يخص المشروعات المختلفة هنا في العاصمة الإدارية الجديدة من منطقة الفلاد بالحي الساكني بالعاصمة الإدارية الجديدة بعود إليك بالكلمة زميلة دعاية بالإستوديو نعم إبراهيم عزة جزيلاً شكر لك وبالتأكيد جزيلاً شكر أيضاً لضيفك الكريم شكراً لكم